وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بهدف توفير قدرة هذا المجال الاستثماري الهام في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي كما وجه رئيس السيسي بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع الزراعي العمداق الدلتة الجديدة وذلك لاستيعاب زيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الأخذة في التوسع بالمنطقة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من مشروعات قطع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطع البترول بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثماري المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي وقد شهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات المشروعات البترولية على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بموقف التعاون الحالي مع شركات البترول العالمية في مجال البحث والتنقيب والاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لدفع عجلة الانتاج والتنمية في الدولة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاجتماع تناول استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي حاليا ومستقبلا وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهايدروجين الأخضر ولتعزيز أهداف الدولة بامتلاك القدرة في مجال توليد وتداول وتجارة الهايدروجين الأخضر ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال باعتباره مصدرا واعدا للطاقة كما شهد الاجتماع متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء على نحو يساهم في تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء كما تم أيضا استعراض توفير التغذية الكهربائية لمشروعات وسائل النقل الحديث على مستوى الجمهورية خاصة مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر فضلا عن جهود الوزارة للاستثمار في مجال تحلية مياه البحر في إطار تعزيز توجه الدولة نحو الاستفادة القصوى من المتاح من مواردها المائية ترجمة نانسي قنقر